باق يعكس رغبة المتنافسين في هذه المنطقة نتحدث هنا عن فرنسا المستعمرة السابقة وروسيا الدخيلة حديثا عليها ولولايات المتحدة التي تراقب بحذر ترسيخ النفوذ الاقتصادي للصين وبداية عودة النفوذ الروسي دعونا لا نذهب بعيدا صحيح أن الصراع في منطقة السحل الأفريقي يعود لسنوات طويلة جدا لكن انقلاب النيجر الأخير أعاد الأنظار لهذه المنطقة